طريح حمد دائما وابدا كابتن عبدالظاهر بيعاني نادي الزمالك هده ما يغيب طريح حمد ده كان متواجد في الموسم الماضي بيعاني في افتكاك الكرة خاصة في وسط الملعب بالنسبة لنادي الزمالك مش ابتلاك كرة بس هو محور اداء مهم جدا سواء ده فعاليا او هجوميا طريح حمد ده انا شايف ان هو الوحيد اللي بيقدر يحمي طريقة باتشيكو في الهجوم لما بتعامل عليك هجمة مرتدة هو راجل بيبقى واقف في المكان المزبوط جدا هو بيدي ارتاحية وبيدي سمام امان للفريق كله سواء المدفعين سواء المهاجمين يعني ان لو انا هاف او سيرتباك ما بخافش ليه معايا طريق حامد او ان انا عايز اعمل موقف هيبقى في ريسك شوية او واحد مثلا بين شاركي مثلا بين شاركي لما بياخدوا الكرة على الشمال وبيرقص عارف ان فيه حد في ظهره حميد ببالك دي بتدي تمقنين ان انا اعمل ريسك تدي ان انا لو عملت ريسك ما بخافش من ظهري وده شيء مهم جدا للهفات اللي هي بتغير الملعب اللي هي عندها سرعات وعندها حلول اللي عنده حلول فكرة حازم امام وتامر عب حميد طبع كابت حازم ممكن يحكي فيها اكتر لما بيكون في ظهره حد هو خلاص بقى عنده ثقة ان هو هيروح هيرقص واحد واثنين وماش خايف انها تتقطع منه ده شيء مهم جدا جدا عنده فرجاني ساسي يعني انا بقول لو مش موجود طارق مش موجود فرجاني يعني الناس يفكر ان فرجاني ظاهر بشكل كويس جدا بس سبب ظهور فرجاني في الحتة دي بسبب طارق حامد لانه هو ما بيبقاش شيء الهم قوي الدفاع لان طارق الوحيد اللي بيقطع مية في المية في المية بيقطع بجد في لعيبة تلاقيها بتقطع بعنيها بتقطع بان هي متواجدة بس مش فعلي اللي هو يروح يقطع الكرة واستخلص الكرة طارق كمان عنده تطور مهم جدا وهو بقاش عنده ميس باس كتير وبقى بقى عنده القصار كويس وبقى عنده الطويل كويس نعم وفخبرات كل ما بيزيد في اللعب كل ما بتلاقيه بتطور بشكل كويس جدا فالشايف هو عنصر مهم جدا لا من اهم العناصر وعامل فريقنا الزماني